تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن مباشرة توزيع 6800 خدمة إسكانية للمواطنين والشروع في تسليم الوحدات الإسكانية الجاهزة على المستفيدين منها بدءا من السادس عشر من ديسمبر الجاري أعلنت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرمحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن بدء اتخاذ الخطوات التنفيذية ووضع خطة زمنية لتسليم الوحدات السكنية الجاهزة للمواطنين بدءا من السادس عشر من ديسمبر حتى شهر فبراير المقبل والبدء في صرف الطلبات التمويلية المقرر توزيعها حتى نهاية العام الفين واربعة وعشرين وقالت الرمحي أن خطة تسليم الوحدات السكنية ستشمل تسليم وحدات المرحلة الأولى بمدينة شرق سترة بالإضافة إلى تسليم دفعة جديدة من الوحدات في مدينة سلمان ومدينة شرق الحد وأن الوزارة ستشرع في الاتصال بالمواطنين المستفيدين من تلك الوحدات وتزويدهم بمعايد الحضور إلى الوزارة لإتمام إجراءات استلام مفاتيح الوحدات السكنية كما أشارت الوزيرة إلى قيام الوزارة بتخصيص الميزانيات الخاصة بتوفير الخدمات التمويلية للعام الفين واربعة وعشرين والتي من المقرر أن تشمل أكثر من خمسة آلاف طلب وثمنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمباشرة في توزيع الخدمات الإسكانية للمواطنين وأكدت الوزيرة أن أمر توزيع الخدمات الإسكانية من شأنه المساهمة في تقديم حلول فورية للحصول على السكن الملائم من خلال التنوع في الخدمات والخيارات المقدمة للمستفيدين ترجمة نانسي قنقر